السادس من كانون الثاني عام 1921 تأسست جيش العراقي تزامنا مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة فبدأ منذ بداية تأسيسه بتسجيل المواقف الوطنية ومن خلال تقديم التضحيات وإلى الآن لا زالت جيش العراقي يقدم أروع التضحيات لحماية العراق من الأخطار الداخلية المتمثلة بالإرهاب والاعتداءات الخارجية وفي هذه الذكرى يحتفل العراقيون بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم فقد هنأ زعم التيار الصدرية سيد مقتدى الصدر الجيش العراقي بهذه المناسبة مؤكدا من خلال تغريدته أن الجيش جزء لا يتجزأ من كل فرد عراقي وحفظ حقوقه واجب وطني كل عام وجيشنا الأغار البطل من أدنى رتبة إلى على رتبة بخير في الذكرى الثانية بعد المئة هذا الجيش كنا نغني سابقا ونحن صغر سورا للوطن نعم الجيش العراقي أثبت الولاء للعراق ويطالب عراقيون منذ سنوات الحكومة بضرورة تركيز على تعزيز قدرات الجيش وإمكانياته من خلال إدخال التجهيزات الحديثة والمتطورة وهو ما تضمنه المنهج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني حيث أكد في بيان بمناسبة تأسيس الجيش العراقي على أن حكومته ماضية بتعزيز القدرات العسكرية للجيش من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة لو حسبنا حصة وزارة الدفاع في موازنة الدولة العراقية نجدها نسبة ضئيلة جدا لما يمثل الجيش العراقي بالنسبة للدولة العراقية حدود العراق كبيرة وهناك مشاكل في شمال العراق مشاكل حدودية بحاجة إلى أن يكون الجيش قوي يمتلك سلاح متطور منظومة الدفاع الجوي متطورة وكذلك خطر داعش الجيش سور للوطن دائما ما تغنى العراقيون بجيشهم وردد هتافة وأناشيدة تعبروا عن اعتزازهم بهذا التشكيل الأمنية الذي يعد أساس حفظ السيالة العراقية والعمود الفقري للعراق وشعبه في ذكرى تأسيس الجيش العراقي دعوات لتعزيز قدراته وتزويده بالمعدات الحربية المتطورة من خلال التقصيصات المالية في الموازنة الاتحادية لما يمثله من أهمية البالغة في حفظ سيالة العراق وحماية شعبه من بغداد محمد فراس قناة التغيير